فقد لعبت دور السينما دوراً مهماً في إسراء الحياة الثقافية والفنية في العاصمة عمان التي احتضنت أوائل هذه الدور لكن عددها بدأ بالتناقص بعد أن كانت تعد من المعالم الهامة في وسط البلد أول فيلم عرضت أنا بسينما البطرة بالأربع وسبعين تكسر غرار بعدين شغلت فيلم جوزي مراتي أستاذ فريق شوقي وصباح وأستاذ عمر الحريري وأجت من أستاذ الفيلم يعني أنا كنت أحبه وأعترز فيه وأحب داماً أن أشغله كلما يجي يعني شي لعندي فرحة للفيلم هذه أفلام كانت أفلام قديمة بس كانت يعني تعطي رونك للسينما وتتمتع إنت لما تتفرج على الفيلم ما تتمتع أول شي تتمتع بالصوت وبالصورة وبالحكي وبالجمهور لأي السينما فوق بعضيها بينما كنت بالأول أنت تخطر فيلم عن ماكنة 35 يعني تتمتع أنك أنت تجاهز الفيلم تأسقص الفيلم تنفل الفيلم لما يخلص تخص بالمتعة حزبة أما اليوم ما عاد متعة يعني بالنسبة للسينما عاد متعة كانت أول مرة بدخل فيها السينما بتذكر كان عمري 16 سنة دخلت سينما الحسين كانوا عارضين فيلم لقودزيلة كان الشعور لا يوصف السينما بيدبي كل واحد يشتغل بالماناة هذه لازال بحب يرجع يعد ذكرياته ويرجع شباب مشان يرجع السينما تغير كل شي تغير أما طبعا أي شغلات الأشياء اللي هي القديمة بتضل الإنسان يعني ذكرى ذكرى حلوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر